أعتقد أيضاً أن الصحافة الخليجية تتطور مع الوقت وتأخذ أكثر من شكل من المهم جداً أن نسجل أيضاً للصحافة الخليجية ربما الصحافة السعودية تكاد تكون أو المؤسسات الإعلامية السعودية تكاد تكون الأبرز في تسجيل الحضور المؤسسات لمؤسسات إعلامية ليست دول خليج أكثر من أنفق على الإعلام في العالم العربي هناك دول كثيرة أنفقت في أجدات سياسية وأجدات ثقافية واجتماعية وخلقت نوع من المؤسسات لكن اليوم ربما نرى في كثير من المشهد الإعلامي المؤسسات الإعلامية الخليجية هي الأكثر حضوراً والأكثر تأثيراً ليس فقط بمقدار ما ينفق عليها من مال أو من تجربة صنعت مع الزمن بل بالمعايير الاقتصادية لأننا لو نظرنا اليوم إلى المؤسسات الإعلامية الخليجية نجدها اليوم الأكثر ربحية بل أن بعضها لا تحتاج إلى دعم خارج دعب السوق حتى وأن مرت بمراحل مختلفة من هذا الجانب لكن تظل الأكثر ربحية والأكثر حضوراً في السوق بالمعايير الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر